أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن لا تزال تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار متهما حركة حماس بمواصلة رفع صقف مطالبها وذلك حسب قوله وخلال مؤتمر صحفي أضاف بلينكين أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة إزاء استخدام قنابل تزن الفيرطن في غزة وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تراجع شحنة لقنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية